ننظم إلينا من القدس مراسل العربي أحمد داروشي صباح الخير أحمد أخر التصريحات الإسرائيلية لسيما المرتبطة بعمليات رفحة مرتقبة صباح الخير وعد وأبدأ بهذا الخبر العاجل الذي تريده صحيفة هارتس منذ كليل أستراليا تكرر استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية هجوم الليلة الماضية على قافلة أو على سيارة المطبخ الدولي في قطاع غزة كذلك صدرت ردود أفعال من مسؤولين إسرائيليين أبرزها ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني وهو يصف ما حرث في قطاع غزة الليلة الماضية بأسوأ ما تعرضت له إسرائيل في القطاع منذ بداية هذه الحرب واستخدم عبارة تعرضت له إسرائيل حتى في هذا إسرائيل تصور نفسها وكأنها ضحية لم يكن المسؤول الأمني الإسرائيلي أسوأ خطب ارتكبناه في قطاع غزة أو أسوأ جريمة ارتكبناها أو ما إلى ذلك من أمور استخدم مصطلحا يشير إلا أن حتى إسرائيل عندما تطلق النار تبدو وكأنها هي الضحية كذلك إسرائيل تتحسب لإمكانية أن تكون ردود أفعال دولية خلال الفترة المقبلة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى اتصالا هاتفيا مع قائد القيادة الوسطى أو المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كوريلا من أجل بحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على خلفية هذا الهجوم يأتي هذا الهجوم الإسرائيلي في خضم نقاش بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة والدول الغربية عموما حول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المحللون الإسرائيليون كانوا يعتبرون أن نقطة التحول في موقف الإدارة الأمريكية إن كان هناك تحول بطبيعة الحال من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان بعد مجزرة الكويت التي استشهد فيها أكثر من مئة فلسطيني برصاصة الاحتلال الإسرائيلي أثناء توزيع المساعدات الإنسانية وكانت الولايات المتحدة تصر منذ ذلك الحين على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعلى ضمان توزيع هذه المساعدات دون أن يؤدي ذلك إلى شهداء وإلى إصابات برصاصة الاحتلال الإسرائيلي لكن إسرائيل كانت تتهم الشخصيات الفلسطينية والفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم إرهابيون الآن هذه الحجة لا تستطيع أن تكونها إسرائيل عارة تحركات المنظمات الدولية تكون بالتنصيق مع الاحتلال الإسرائيلي أو على الأقل إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بتحركاته لكن مع ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار الليلة الماضية ما أدى إلى استشهاد تسعة الناشطين دوليين كانوا يمكرون مساعدات إنسانية لقطاع غزة فيما يتعلق باجتياح رفح واضح أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على هذا الاجتياح لكن كثرة ترديد هذه التهديدات باجتياح منطقة رفح يخشى إسرائيليا أن تتحول إلى عائق دولي لأن صحفيين إسرائيليين حتى الصحافة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مثل صحيفة إسرائيل هيوم الليلة الماضية ذكرت بالأمس عفوا أن كثرة تكرار بن يمين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين لتهديدات اجتياح رفح أدت إلى انتباه المجتمع الدولي لهذه المنطقة ولهذا التهديد الإسرائيلي بالتالي قد تقيد أي حراك إسرائيلي في منطقة رفح خلال الفترة المقبلة على الأرض لا توجد تحركات توحي بأن هناك غزوا وشيكا لمنطقة رفح خلال الفترة المقبلة وأقصد حتى الآن لم يستدعي الاحتلال الإسرائيلي أي تحركات أي قوات احتياط إلى قطاع غزة من أجل بدء الاجتياح في القطاع إعلاميا رغم كثرة التهديدات لمنطقة رفح باجتياح تلك المنطقة لكن تركيز الإعلام الإسرائيلي أكثر هو ما يحدث على الجبهة الشمالية تحديدا بعد اغتيال الأمس في العاصمة السورية دمشق إن أردنا أن نوجز الاحتلال الإسرائيلي عازم على غزو ورفح لكن بخلاف ما توحي به التصريحات الإسرائيلية أن هذا الاجتياح سيكون خلال فترة وجيزة على الأرض وأيضا مما يفهم من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين هذا الاجتياح لن يكون وشيكا أي خلال الأيام أو الأسبوع القليلة المقبلة شكرا جزيلا لك أحمد داروشي مراسل العربي في القدس